موسيقى اذن الكلام الان في الامر الثالث وفيه سنطلع على بعض ما يتعلق بالملك الناصر السلطان الفاتح سلاح الدين ايوبي والكلام في موارد الموارد الاول ابن الاثير الكامل في التاريخ جزء تاسع في صفحة 343 حسب المظر الذي تحت يدي يقول ابن الاثير ثم دخلت سنة 64 وخمسمائة سنة 564 هجري تحت عنوان في هذه السنة يقول تحت عنوان ذكر ملك صلاح الدين مصر قال ابن الاثير لما توفي اسد الله شيريكو كان معه صلاح الدين يوسف ابن اخيه ايوب بن شاذي قد سار معه على كره منه للمسير يعني صلاح الدين كان يكره الذهاب إلى مصر فسار على كره منه اذا قال ابن الاثير لما توفي اسد الدين شيريكو كان معه صلاح الدين يوسف ابن اخيه ايوب بن شاذي قد سار معه على كره منه للمسير قال ابن الاثير حكى لي عنه اي عن صلاح الدين بعض اصدقائنا ممن كان قريبا اليه خصيصا به قاله لما وردت كتب العاضد اي الملك الفاطمي لما وردت كتب العاضد على نور الدين زنكي يستغيث به من الفرنج ويطلب ارسال العساكر أحضرني وأعلمني الحال من الذي أحضره نور الدين أحضر سلاح الدين يقول أحضرني وأعلمني الحال وقال تمضي إلى أمك أسد الدين بحمص مع رسولي إليه ليحضره وتحثه أنت على الإسراء فما يحتمل الأمر التأخير يقول سلاح الدين ففعلت وخرجنا من حلب فما كنا على ميل من حلب حتى لقيناه قادما في هذا المعنى أي عنده علم وصله الخبر يقول فأمره نور الدين أي نور الدين أمر العم أمر شركو أمر أسد الدين فأمره نور الدين بالمسير فلما قال له نور الدين ذلك التفت عمي إلي فقال لي تجهز يا يوسف تجهز يا سلاح الدين تجهز يا يوسف فقلت والله لو أعطيت ملك مصر ما سرت إليها فلقد قاسيت بالإسكندرية وغيرها ما لا أنساه أبدا فقال لنور الدين لا بد من مسيره معي فتأمر به فأمرني نور الدين وأنا أستقيل وانقضى المجلس وتجهز أسد الدين شركوه ولم يبق غير المسير قال لي نور الدين لا بد من مسيرك مع عمك فشكوت إليه الضائق وعدم البرك فأعطاني ما تجهزت به فكأنما أساق إلى الموت فسرت معه وملكها فسرت معه إلى مصر وملك مصر فسرت معه وملكها ثم توفي فملكني الله ثم توفي فملكني الله تعالى ما لم أكن أطمع في بعضه ثم قال ابن الأثير وأما كيفية ولايته فإن جماعة من الأمراء النورية النورية أي جماعة نور الدين زنكي فإن جماعة من الأمراء النورية نسبة إلى نور الدين زنكي الذين كانوا بمصر طلبوا التقدم على العسكر وولاية الوزارة العاضدية بعده أي بعد أن ما تشركوا فبعض القادة بعض الأمراء اللي كانوا بمصر معه شركوا طلبوا التقدم على العسكر وولاية الوزارة طلبوا أن يكونهم كل منهم طلب الوزارة لنفسه وقيادة الجيش طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة العاضدية بعده يقول فأرسل العاضد إلى صلاح الدين أرسل الخليفة الفاطمي أرسل إلى صلاح الدين فأحضره عنده وخلع عليه وولاه الوزارة بعد عمه أسد الدين فولاه الوزارة بعد عمه إذن من الذي استوزر صلاح الدين الخليفة الفاطمي بنفسه فضله على الآخرين رجحه على الآخرين ولولا الخليفة الفاطمي لكانت الوزارة والقيادة لغير صلاح الدين خاصة مع ملاحظة أن صلاح الدين هو لا يريد هذا الأمر وهو جاء إليه مكره يقول فلما خلع عليه لقب الملك الناصر لاحظ أعطاه المرسوم كتاب التعيين التنصيب وأعطاه عنوان الملك الناصر التفت جيدا لقب الملك الناصر الناصر صلاح الدين المعروف الآن حاليا من أين حصل على هذا اللقب هذا اللقب خلعه عليه أعطاه إياه سماه به الملك الفاطمي فلما خلع عليه لقب الملك الناصر لم يطعه أحد من أولئك الأمراء الذين يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه طبعا نفس الحسد نفس التنافس إضافة إلى النظرة التي ينظر إليها على صلاح الدين بأنه من مماليك الزنكية فكيف يتأمر عليهم إذا كانوا ينظرون إليه نظرة نظرة استصغار نظرة ذلة كما يسمى بالنظرة الدونية يقول وكان الفقيه عيسى الهكاري معه فسعى سعى للوساطة لإقناع الأمراء يقول وكلهم أطاع غير عين الدولة الياروقي عاد إلى نور الدين بالشام لاحظ ومعه غيره من الأمراء أيضا عادوا إلى الشام إلى نور الدين وثبت قدم صلاح الدين ومع هذا فهو نائب عن نور الدين إذن هو صار وزيرا للخليفة الفاطمي ومع هذا هو نائب لنور الدين وهو والي تابع لنور الدين يعني يأخذ الأوامر من هناك وفي مصر كان هو الأمر أصلا للوزير لا سلطة ولا مكانة ولا قدرة على الأمر والنهي بالنسبة إلى الخليفة الفاطمي إذن صار الخليفة الفاطمي والدولة الفاطمية تحت سلطة سلاح الدين وسلاح الدين وما يملك من سلطة تحت سلطة نور الدين لاحظ كيف تنازل الملك الفاطمي الخليفة الفاطمي بكل شيء إلى الدولة الزنكية إلى الزنكيين إلى المسلمين إلى السنة مقابل في مقابل أن لا يتنازل عن الدولة وعن الناس وعن السلطة إلى الصديبين إلى الناس ترجمة نانسي قنقر